متابعيني جميعاً على قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايديو جرام أعلنت عن الإصدار الجديد وهو ايديو جرام 2.0 ايديو جرام يعتبر من المواقع الممتازة جداً في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي لجودة الصور المنشأة من خلاله وبنقدر نحن نستخدم أيضاً الخطة المجانية بداخل ايديو جرام وتقريباً لحد قبل ما يظهر فلاكس أنا كنت باعتبره أفضل يعتبر موضل للذكاء الاصطناعي هتقدر انت تستخدمه حتى الآن ولكن في الوقت اللي أعلنت ايديو جرام عن 2.0 لنتائج ممتازة هنشوفها مع بعض دلوقتي أيضاً شركة ميت جرني قامت بحاجة جديدة تماماً في نفس التوقيت وهو الويب إكسبرينز تقدر تستخدم دلوقتي ميت جرني على الويب وكمان مفتوح to everyone يعني أي حد يقدر يخش يجربه بشكل مجاني وحيكون بشكل مؤقت on free trials وخد بالك من شكل مؤقت لأن ميت جرني زي ما احنا عارفين بالنسبة لخطة المجانية بتاعتها محدودة جداً مش بتقدم لك قطة لكل يوم أو لكل شهر ولكن هي بتديك 25 ترايل بتجربهم مرة واحدة فقط ولكن ده لا يمنع ان احنا هنجرب الاصدار الجديد وهو version 6.1 آخر اصدار موجود على ميت جرني هتكون فرصة جيدة جداً يلا بنا نشوف الفرق ما بين اديو جرام 2 وايضاً ميت جرني وحنجرب آخر version في ميت جرني واحنا هنا مش جايين بصدة شرح اديو جرام اللي حابب يعرف أكتر عن اديو جرام واستخدامه يقدر ان هو يروح لقناة كل يوم موقع جديد شرح المواقع دي بالتفصيل ولكن احنا هنا جايين عشان نقارن الفرق ما بين اديو جرام وما بين ميت جرني خصوان الاتنين اعلنوا عن حاجتين جداد في نفس الوقت هنا حبتدي ان انا احط الامر اللي تم انشاؤه مثلاً بشاة جي بي تي انا هنا عايزة a highly realistic image of business man ممكن اشيل a highly realistic دي خالص create a image of او ممكن من اول a business man اشيل دي وهنا حاجة اختار realistic already انا هنا اختارت ال style بتاع الصورة يكون realistic ودي مواصفات الشخص ال business man ماسك تليفون بيتكلم فيه وحاجة هنا بالنسبة ليه setting فيه magic prompt auto و on و off ممكن اخليه auto لو انا عملت on انا هنا بقول له اضع creativity بتاعتك كلها بقى لو انا عملت off يبه هو حيلتزم بالامر بالضبط ال aspect ratio بختار الابعاد لو دست على القائمة المنسدلة هلاقي فيه ابعاد كتيرة بختار ما بينها انا هاختار 16 لتسعة عندي بالنسبة visibility tool ما انت في free plan هتكون public والmodel 2.0 ده اخر model وده اللي احنا بنجربوه مع بعض والcolor palette بقى ودي حاجة بصراحة بعتبرها جميلة جدا وهي امكانية ان انت تنشئ الصورة تبعا لالوان معينة انت عايزها في الصورة فتقدر تروح هنا في الcolor palette تختار ايا من هذه الالوان هو مجهز لك كده color palette جاهزة موجودة already وعندك custom بس مش هتقدر انت تحدد الالوان في free plan هتضطر ان انت تروح لبيت plan علشان تقدر انت تحط الالوان اللي انت عايزها انا هفضل هنا عشان تكون المقارنة عدلة هخليها auto يعني هخليه هو ايه حط الالوان زي ما هو شايف وهنا اخترت يكون realistic وهنا هقول له generate وبالنسبة لي اديو جرام انت ليك اربعين صورة في اليوم عشر مرات يعني لان في كل مرة فيه اربع صور بتنتج بالامر الواحد فانت ليك عشر مرات تقدر تنشئ بشكل مجاني في اليوم انا بعتبر ان البلان دي كويسة جدا من اديو جرام بعكس بقمية جيرني 25 صورة وخلاص كده انت كده انتهى الفريت رايل بتاعك هنا الgeneration complete تم انشاء الاربع صور يلا بنا نروح نبص عليهم دول الاربع صور عايزك تبص على اديو جرام من ناحية التفاصيل التفاصيل بتاعته كويسة يعني التفاصيل بقى اللي هي بتاعة الايد والشخص هو بيتكلم التفاصيل حلوة هنا بالنسبة ايضا للصورة دي جيدة لو خدت بيلك انا بحس انه هو يعني تفاصيل على حساب تفاصيل يعني هو مركز على التفاصيل اللي الناس كتبتشتكي منها الاول في الصورة وشوية التفاصيل بتاعت الوش مش واضحة قوي يعني انا حسنا ممكن تكون افضل من كده خصوصا لو انت رحت عشان تعمل download يعني انا لو رحت للتلات نقط دول وعملت download هتنزل جي بي جي بكواليتي 70% في الفري بلان البي ان الجي بينزل 100% الكواليتي بتاعته ده بالنسبة لديو جرام لكن كصورة overall يعني بشكل عام لا تعتبر كويسة بالنسبة للتفاصيل بص كده للتفاصيل وهتحس تأدي بالجودة الصورة محتاجة تكون في الوش تفاصيل اعلى شوية ولكن ايضا مازالت جيدة يلا بيروا انا روح لمي جيرني ونشوف امكانيات مي جيرني عاملة ازاي بالنسبة بقى لمي جيرني مي جيرني انت بتخش تعمل sign up سواء كان بحسابك على ديسكورد او على جوجل وبتخش على الويب ونبتدي نجرب الويب experience بتاعته سنبتدي ان احنا ندوس create علشان نشوف الصور بتاعتنا وهنا سبتدي احط نفس الامر وبالنسبة لي setting انا بس هختار في version الاصدار الجديد وهو 6.1 والaspect ratio هختار landscape وحصيف كل حاجة زي ما هي وحبتدي ان انا اقول له او اعمل enter علشان يبتدي انشألي الصور علشان اشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي احنا في انتظار النتيجة بتاعتنا ونشوف كمان نجرب الاصدار الجديد version 6.1 المفتوح على موقع مي جيرني مي جيرني تقدر تجرب كل الامكانيات اللي موجودة فيه في الـ 25 trial وبعد كده بتضطر ان انت تشترك علشان تقدر تستخدمه دي بالنسبة لي الصور 100% complete تعالوا نبص على الصورة الصورة حلوة الالوان بتاعتها حلوة هنا الصورة مش باينا ريل اوي بالرغم ان انا مش خستها ريل بصراح تفاصيله حلوة برضو بس تفاصيل ايديو جرام احسن create a highly realistic image highly realistic image هو ده مش highly realistic الالوان حلوة احلى من ايديو جرام ولكن انا حسن ان ايديو جرام يعني من وجه النظري انا عجبني اكتر بصراح يعني انا شايف ان ايديو جرام 2.0 الاصدار الجديد جيد جدا احنا جربنا الاثنين ادعوكم ان انتو تجربوا الاثنين وتقولوا لي رأيكم ايه سواء كان في مي جرني اللي حاليا فاتح الويب اكسپيريينس فري وكل الناس تجرب 25 ترايلز لأول مرة فقط طبعا وجرب الاتيو جرام وقول لي رأيك في الاثنين ايه وفي بعض الناس محترفة لاستخدام مي جرني تقدر كمان تروح للبرومت كرافت وتبص على الاوامر وتبص ازاي الناس بتعمل الامر مي جرني شوية محتاج طريقة معينة في كتابة الاوامر عشان يديك النتيجة المطلوبة باحترافية انا بحس ان الايديو جرام اسهل في استخدامه اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة شفنا التحديثين الجداد بالنسبة الايديو جرام ومي جرني عايز تعرف اكتر عن التطبيقات وازاي تستخدم التطبيق وتستفيد من كل الفيتشرز الموجودة فيه والمميزات تقدر تروح لي قناة كل يوم موقع جديد ان شاء الله هتستفيد لان احنا بنتكلم عن هذا النوع من المواقع بالتفصيل في شرح الموقع نفسه وليس في المقارنة فقط شوفكم في فيديو قادم وزيان بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنت من متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة